دعوة أممية مباشرة من أجل التخفيف من محنة اللاجئين السوريين الذين شردتهم الحرب في بلادهم أمين عام الأمم المتحدة بانكيمون دعا دول العالم إلى إظهار التضامن وقبول إعادة توطين نحو نصف مليون لاجئ سوري خلال الأعوام الثلاثة البقبلة دعوة المسؤول الأممية جاءت خلال ابتتاحه مؤتمرا دوليا لبحث أزمة اللاجئين السوريين وسبول معالجتها من جانبه قال فليبو جراند مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إن على المجتمع الدولي تأمل سبل إدارة أزمة طالبي اللجوء بطريقة أكثر إنسانية وإنصافا وتنظيما معتبرا أن ذلك لن يحدث إلا إذا اتحد المجتمع الدولي وتم الاتفاق على كيفية المضيء قدما في هذا الشأن وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقا مع تركيا التي تستضيف مليونين وسبعة مائة الف لاجئ سورية بهدف وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا فيما تسعى الأمم المتحدة إلى إعادة توطين قرابة نصف مليون طالب لجوء يشكلون نحو عشرة بالمئة من اللاجئين السوريين في دول الجوار بحلول نهاية عام الفين وثمانية عشر هذا ويعتقد أن الحرب في سوريا تسببت في تشديد أكثر من أحد عشر مليون سوري داخل البلاد وخارجها ووفقا لأرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فقد تجاوز عدد طالبي اللجوء السوريين في لبنان مليون ومائة الف في حين اقترب عددهم في الأردن سبع مائة الف وفي العراق تجاوز المائتين والخمسين الف فيما توجه إلى مصر أكثر من مائة وثلاثين الف سورية اشتركوا في القناة